موسيقى هناك كثير جدا من هذه المواقع بتحاول انها تؤكد لكثيرين جدا من محبي السياحة والسفر من القدوم لمصر الاستمتاع بجولة يمكن عبر التاريخ كما ذكر بالزبط في هذه المقولات هنتكلم ايضا على السياحة الداخلية وكل ما تقدمه الدولة من برامج لمحاولة دعم السياحة الداخلية ودعم المواطن لقضاء اجستو داخل مصر هنتكلم عن كل هذه الامور من خلال لقاءنا مع الاستاذ باسم حلقة نقيب السياحيين المصريين اهلا بك معنا فضل اهلا وسهلا وحضرتك طيب يعني فيه كثير جدا من المقولات المرتبطة والاحديث المرتبطة بالمواقع السياحية العالمية ان مصر مقصد سياحي قوي في عشرين تلاتة وعشرين ده بداية الصعود ولا فيه ظروف خلتنا السنة دي في هذه المكانة ممكن تتأثر في السنوات القادمة بداية انا عايزة بس ااكد انه مصر كدستنيشن للسياحة من يعني بنقول الطوب فايف في العالم حاليا وطول عمرها طول عمرها اه طبعا لانه خلي بال حضرتك يمكن الدولة الوحيدة في العالم اللي ليها علم المصريات اللي بيدرس في الجامعات في كل او معظم دول العالم هي مصر وده طبعا بيرجع لتاريخها واثرها وحضرتها لان الحياة مصر مليانة باحداث تاريخية يعني عبر التاريخ من ايام الاسر القديمة ثم التطور لحضرة رومانية والاغريقية وبعد نخش على العصر الاسلامي والفتحية الاسلامية ورحلة مريم العزراء والسيد المسيح لمصر العائلة المقدسة بنوصل لغاية أسرة محمد علي يعني مصر تاريخ حافل بالأحداث وفي نفس الوقت كل هذه الأحداث تركت أثار كتيرة ما زالت موجودة لغاية النهاردة وأثار أخرى أعتقد لسه لم نكتشفها حتى الآن كل ده بيصير انتهاش العالم كله وبالتالي أصبحت مصر من ناحية السياحة الثقافية هي مقصد مهم وحلم لكل كتير من العالم أن يشوف الأهرامات المصرية ولغز أبو الهول وغيرها من الأماكن نضيف على جانب الأثر السياحة الترفيهية يعني عندنا عدد كبير من الشواطئ ممتد سواء في البحر الأحمر أو في البحر المتوسط عندنا الغطس موجود عندنا الجو نفسه مناسب بالنسبة بالمقارنة في العالم طول السنة طبعا عندنا الأدوات نفسها اللي بتساعدنا على أننا نحافظ على هذه المكانة طبعا عندنا فنادق على أعلى مستوى موجود في العالم الحمد لله الخدمات الفندقية والخدمات السياحية اللي بتقدم في مصر عالية جدا المطارات الطرق الجديدة كل ده كمان يعني سهل عملية الحركة السياحية إلى مصر ويمكن كلنا نتذكر الأزمة اللي مر بيها العالم الخاصة بكورونا وكيف مصر نجحت والسياحة المصرية نجحت في الاستمرار في فتح مطاراتها وأبوابها للسواح في نفس الوقت أخذت إجراءات احترازية شديدة بالتعاون مع وزارة السحة المصرية وده الحقيقة احنا يعني أشاد بيه مدير عام منظمة السياحة العالمية اللي قضى أجاستو السنوية في مدينة الغردقة لمدة أسبوع في وقت أزمة كورونا اختيار مصر من مدير عام لمنظمة السياحة العالمية لقضاء عطلته أعتقد دي دلالة مهمة جدا على نجاح مصر وكلنا نتذكر أيضا بطولة العالم في كرة اليد وعدد كبير من الدول تخوف أنه يستضفها في عزة أزمة كورونا واستضافتها مصر ونجحت فيها فدي كلها تضع مصر دائما في المكانة اللي تليق بيها والحقيقة يعني عايزة أقولي مصر عند الدرائي الشخصي لا تحتاج إلى دعاية ولا أي حاجة مصر هي بتدعو يعني دعاية باسمها نفسه في العالم اللي احنا بنفكر فيه كيف أن احنا نسوق أحداث وفاعليات داخل مصر للترويج السياحي الأكتر ونعظم الإرادات يعني احنا جات علينا فترة سابقة كانوا بنسوق فجأة الموضوع تقفل عليه وأعتقد ده بسبب الجانب الاقتصادي يعني بالعكس احنا بنقدر نقول أنه الظروف الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم مش مصر بس ولكن في نفس الوقت احنا ما زلنا يمكن السياحة في مصر حاليا حققت معدلات كبيرة جدا كان فيه موكب الموميوات وكان فيه ما تم في معبد لوكسور وكان فيه إيفنتات احنا بنخترعها ونبتدي فكانت بتعمل عملية جذب هل اللي بيحصل لدراتي ده بقى نتاج هذه الإيفنتات اللي احنا عملناها في ممضة وخلاص بقى يعني عملنا المطلوب من هذه الأحداث لا هو احنا دايما يعني بنفتخر ونتباهى بأي حدث ونعظم منه وده الحقيقة كان إنجاز مهم جدا من وزارة السياحة والأثار لأن فعلا دي أحداث مهمة ولابد ان احنا نلقى عليها الضوء وتظل بشكل يعني براق للعالم عشان يبقى فيه عصف زهني باستمرار انه متشوق ليه زيارة مصر حدث نقل المميوات طبعا حدث علامي جدا يعني لابد ان احنا كنا نعمله احتفاليات خاصة في مدينة الأقصر الممشى الخاص بالسياحي اللي موجود في مدينة الأقصر برضو يعتبر حدث كبير جدا وحضرتك اللي هو الطريق الواصل الطريق كباش بالضبط ده برضو حدث مهم جدا ما زلنا يمكن رغم فيه تشغيل تجريبي للمتحف المصري الكبير ولكن احنا بنجهز له برضو لاحتفالية أسطورية عالمية لأنه ده يعتبر المتحف الأكبر في العالم كمساحة الأكبر في العالم في عدد القطع الأثرية اللي موجودة فيه الحقيقة فيه شغل كتير بيحصل وده يستحق أنه هو يتعمله احتفالية أسطورية كبيرة وإحنا بنجهز لده ويتبقى بس القرار بتاع القيادة السياسية بتحديد المعاد بس بالنسبة لي المزاج بالنسبة للسائح على مستوى العالم اتغير من ما قبل كورونا وما بعد كورونا ولا هو بقى فيه شغف أكتر بالعكس بعد كورونا والاتجاه للسياحة الثقافية بقى أكتر ولا للترفيهية أكتر يعني احنا دائما كنا بنقول أن المزاج العام للسائح يعني ابتدى يبعد شوية عن الثقافية وبقى بيتجه للترفيهية والشواطئ والحاجات الرحلات اللي هي مثلا جبال والكلام ده فالأمور متغيرت شوية هو مع حضرتك حق بس يمكن بس كإحصائيات بنقدر نقول أنه كان المزاج بتاع السائح بيمثل 15% فقط من عدد السائحين بيهتموا بالسياحة الثقافية حول العالم حول العالم كله والسياحة الترفيهية اللي هي الشواطئ وغيرها من أنواع السياحة بتاخد هي ال85 اللي بقية الأحداث اللي حصلت في مصر من تطوير المناطق الأثرية والسياحية وعملية تنظيمها وتوفير الخدمات اللي بتقدم ليحتاجها السواح في هذه المناطق من كفاتريات مطاعم حمامات أماكن للانتظار باكيات مخصصة للبزارات عشان تقدر تبيع الهدايا التسكيرية وفي نفس الوقت نشاط شرطة السياحة والأثار الحقيقة في تحجيم الباع الجائلين والسخفات اللي كان بيتعرض لها بعض والمضايقات بعض السواح ده بدأنا نتلافاه خلال السنوات الأخيرة ده وبالتالي عظم المزاج السياحي إنه هو يمكن أعتقد يعني يمكن إحنا 25% لاتجاه للسياحة الثقافية حاليا على مصر يعني طبعا لأنه أولا إحنا عملنا افتتاح لي عدد جديد من المتاحف بدأت تبقى موجودة شرم الشيخ ما كانش يشتغل النهاردة بدأ يشتغل فبدأ في رحلته الترفي فبدأ بقى من رحلته الترفيهية يبتدي يحط في برنامجه السياحي إنه هو يزور هذا المتحف ما ننساش كمان إنه الأثار اللي تم اكتشافها في منطقة سقارة وغيرها من المناطق دي برضو أحداثة شغف للسياحة والثقافية والأثار ونضيف على ده ما قامت به الدولة المصرية الحقيقة من عملية تسهيل لزيارة هذه الأماكن زي مطار مثلا سيفينكس الدولي ده إحنا يعني إحنا بنتعيق به في الخارج لأنه بدأ يعمل جنبا إلى جنب مع مطار القاهرة الدولي وبدأ يستقبل رحلات بدأ يشغل رحلات وبدأنا نخلق نوع جديد من الرحلات اللي هي السريعة اللي هي الأوفر دي يقدر ينزل في الغردقة أو في شرم الشيخ أو في أي مكان ويجي بالطيارة يزور المزارات مثلا في القاهرة ويبتدي ممكن يرجع يبيت أو يقيم ليلة أو ليلتين فبالتالي إحنا بدأنا نعظم عدد الزيارات وعدد السياحة اللي هي الثقافية ودي مصر بتتميز فيها الحقيقة يعني معنا كده السياحة الثقافية بالنسبة لنا هتبقى هي سياحة الأوفر دي اللي هو جاي قضي يوم يعني هو جاي طرفيهي وبعد كده جاي السياحة ثقافية مثلا نسترجع الأهرامات بسرعة كده ويروح راجع تاني ممكن طبعا ده كل ده موجود بس عايزة أوضح حاجة الثقافة للشعوب مختلفة لو اتكلمنا عن الشعب الأسباني فهو يميل أكثر إلا رحلات النايل كروز ما بين الأكسر وأسوان وما خلف بحيرة ناصر وخلف السد الفرنسيين ليه هم مزاج آخر هم عندهم الهوس بالتاريخ والأثار والحضارة المصرية القديمة فيروح لأسوار الألمان يحبوا فيروحوا البحر الأحمر التالينا والروس يحبوا يعودوا على البحر عشان يغيروا بشر فالحقيقة يعني هذا التنوع ده إحنا يعني مصر عندها كل هذه الأنواع ونضيف على ده طبعا نحن عندنا يمكن السياحة الرياضية كمان برضو لها باع مهم جدا البطولات يعني طبعا لأن أي بطولة حضرتك في أي لعبة من الألعاب بتعملها في مصر هي بتجيب معاها اللعبة والأجهزة الفنية وجماهير جاية بتشجع يعني لأ وجماهير جاية تشجع فده كله يعتبر برضو نوع من أنواع السياح في الديني بقى في العلاجية وفي يعني احنا عندنا كنز في مصر هو رحلة العائلة المقدسة الحقيقة وإحنا شغالين على بعض النقاط فيها لحين الانتهاء من النقاط اللي لسه ما نقدرش ندخل بها دلوقتي في رحلاتنا طبعا تعرف حضرتك الـ 22 نقطة الرئيسية في رحلة العائلة المقدسة يمكن احنا جاهزين بحوالي سبع نقاط لأنه بتحتاج في الأماكن دي خدمات بتحتاج أماكن انتظار للسيارات بتحتاج أماكن للإقوام في أماكن بيبدخل عليها عمران اه بالزبط فكل فاحنا طبعا بنمشي على حسب التنصيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين هذه المنطقة وتأمين السياحة فيها وبنبتد نشتغل فطبعا احنا بنقول ايه نبدأ أفضل من احنا ننتظر فاحنا بنبدأ باللي موجود وبنكمل فده بالنسبة للسياحة الدينية في جزء آخر خاص به المساجد اللي موجودة عندنا في مصر سيدنا الحسين السيدة نفيسة السيدة زينة بغيرها من دي بيستهوي أيضا نوع آخر من السواح العرب اللي بيحبوا يتبركوا بهذه الأماكن وبالتالي احنا يمكن العلاقات المصرية الإيرانية بتشهد التطور خلال الفترة الأخيرة دي فأعتقد أنه برضو هيبقى فيه افتتاح للسياحة وفيه بعض التواقف لها يعني جوانع طبعا يعني في الجامع الأقمر في قابل زبط التواقف اللي هي في الهندية ويمكن رئيس وزراء الهند جاء وزار عدد من المساجد اللي قاموا بتطورها في مصر وأبدأ إعجابه الحقيقة بهذا التطوير عايزة أقول يمكن أن احنا يمكن الحمد لله في التنوع السياحي موجود في مصر وبالتالي احنا بنحاول نكتهد أن احنا نضاعف عدد السياحة احنا متوسط للعدد السياحين في مصر حوالي 15 مليون وفيه طموح أن احنا نوصل بهذا العدد إلى 30 مليون خلال الثلاث أو الأربع سنوات القادمة وبالتالي احنا بنعمل باجتهاد في أولا زيادة أو مضاعفة عدد الغرف الفندقية في مصر وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع عشان نقدر نستوعب أعداد أكبر في هذه الفنادي استاذ باسم فيه في مصر السياحة داخلية؟ أعتقد ده أساسي لكل بيت حتى وإن كانت الظروف صعبة فبيحرص كل أسرة وربه أسرة على أنه على الأقل يصيف على الأقل هيعمل رحلة للمناطق اللي هي السياحية القريبة منه عشان يواجر يولاده عندنا المدارس بتقوم برحلات لأطفالنا مراكز الشباب بتعمل رحلات وزارة والرياضة الحقيقة برضو عاملة برامج لسياحة للشباب مين المنوض بي موضوع السياحة الداخلية؟ وزارة السياحة المصرية؟ ولا هيئة تنشيط السياحة؟ ولا في هيئة خاصة بالسياحة الداخلية؟ وزارة السياحة هي تنظم وتراكب وتعطي الترخيص هيئة التنشيط هي مسؤولة عن التنشيط السياحي والترويجي للأماكن السياحية والأثرية الموجودة في مصر وفيها قطاع في هيئة التنشيط السياحي خاص بالسياحة الخارجية وقطاع آخر خاص بالسياحة الداخلية يعني بتعمل دعاية بتعمل الدعاية اللي السياحة الخارجية اللي اتنين يا فانت ان هي تجذب من الخارج بالاستعانة بمكاتب هيئة التنشيط السياحي اللي موجودة في عدد كبير من عواصم الدول الاوروبية وامريكا واليابان وغيرها ده عشان يعمل التنشيط وترويج يجيب سياحة من بره وفيه قطاع اخر خاص بالسياحة الداخلية ودي خاصة بالمهرجانات والفعاليات اللي بتقام داخل مصر لتنشيط وترويج السياحي لها اي حد عنده مبادرة يقدر يعمل زي مثلا رالي الفراعنة بتاع السيارات السياحة والتسوق اي فعالية من الفعاليات بتقوم بها بهايئة التنشيط السياحي للترويج للسياحة الداخلية بالاضافة الى انها بتوجهات طبعا من السيد وزير السياحة من خلال كمان اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع وزارة الشباب وغيرها ومع اتحاد الغرف السياحية على عمل باكتج معين مخفض بالتوافق مع شركة الطيران الوطنية لنقلهم وده بيحصل من وقت للتاني برضو للتنشيط للمواطنين طبعا يعني انا دلوقتي كمواطن عايز اخد قسرتي واطلع اي حتة كمواطن متوسط الحال يعني بروح لهايئة تنشيط السياحة وشوف برامجها ايه لا اما بتروحش لهايئة تنشيط انت حضرتك بتتوجه لشركات السياحة اللي بتنظم لك وده الرحلة وده نقطة مهمة عايز اقولها يمكن كتير من المواطنين ما يخدوش بالهم منها انا عايز اقول لهم انه الاوفر ليك في قضاء برنامج سياحي او وقت لطيف وتعمل حجوزاتك من خلال شركة السياحة هتجيب لك ارخص واوفر من انك تروح تعملها بنفسك هم اوسق المفروض اوسق يعني اننا دلوقتي موضوع السقة ده موضوع مهم جدا ولازم يبقى عليه رقابة من قبل باوزات السياحة من قبل هاي التنشطة انا معرفش مين المنوط به ولكن انا في النهاية باخد برنامج من الشركة بدفع تمنه مدعم او غير مدعم انا معرفش قصته ايه ممكن ملقهوش ممكن اروح الاقي مثلا اللي مكتوب غير اللي على اللقاء لا 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 ما يحصلش ليه لانه في هذه الحالة شركات السياحة دي معرضة انها يحصلها نوع من انواع الاغلاق او الالغاء وبالتالي هي تحت رقابة شديدة من وزارة السياحة وهي امان وثقة للمواطنين يعني اي شركة سياحة موصول سياحة اه طبعا اي شركة سياحة الا اذا كان بعض التجاوزات من بعض الشركات احنا مفيش انا مش بتكلم عن تجاوزات انا مش بتكلم بتكلم على ان انا لما دور الاصل ان هي محل ثقة والمفروض ان هي تبتدي يعني تنظم لنا البرنامج لان هي عندها خصومات معينة ما بينها وما بين التعاقدات مع الفنادق وبالتالي عندما تأخذ هذا الخصم بتعطيك منه عندها الاوتوبيسات السياحية الخاصة بها اللي تقدر بتطلعها وبتبتدي يعني تدهالك بسعر مناسب غير لما انت تحجز او تأجر بنفسك او تطلع بعربيتك كل ده اوفالك لما هتنظم لك برنامج عشان ينقلك من مكان الى مكان ويبتدي يكون معاك حتى مرشد سياحي حتى مصري برضو عربي بيكلم له العربية يشرح للأسرة وده بالسئلة هيبقى افضل للمصريين انه هما دايما زي ما يكون لك الدكتور بتاعك انت لك شركة السياحة بتاعتك اللي بتنظم لك سواء حجة او عمراء او رحلات داخلية هل يسمى شركة السياحة بتاعتي؟ لا انت تعتبر زي الدكتور بتاعك يعني انا بتعامل مثلا مع طبيب معين في اي حالة من حالات الاسنان ما هي شركة السياحة نفسك المحامي الخاص بيك هي نفس الفكرة يعني دايما بيتقال ان سياحة السياحة او يعني اللي هي يعني انت بتستمتع وبنغير جاو دي اصعب حاجة ممكن تعملها ترويك لان انت بتقنع او بتحول تقنع المستهلك اللي هو اللي عايز يعيش اليومين بتوعه دول كويس بحاجة هو ممكن يكون عنده حاجات تانية اهم ولكن في النهاية بيختار اللي انت بتعرض عليه انا عايز اتمنك على حاجة برضا عشان تبا حديك عارف هو نسبتهم قد ايه اللي بيطلعوا عن طريق شركات السياحة او البرامج السياحية نسبة مش كبيرة لكن المصريين شاطرين وعارفين هيعملوا ايه وهيروحوا فين وهيأجروا شقتهم فين وهيروحوا على راس البر ولا هيروحوا على اسكندرية ولا هيروحوا على مرسى مطروح وهيقعد اسبوع واكل البيت اللي هيكلوا في البيت هيشتري من هناك برضو من السوبر ماركت وهيكلوا هناك وعيبتدوا يعيشوا وبيتعاملوا مع حياتهم بشكل جميل وده معظم بيوتنا المصرية احنا نفسنا كنا كده ومازلنا كده بنحب وده نوع من انواع السياحة اللي هما بيقدروا يعملون يعني السياحة دخلية في مصر بتعتمد في المقام الاول على المواطن ما هو المواطن يعني عشان بقى بس ما نحن نتكلم نقول برامج ومش برامج ونعمل تقارير هي متاحة يعني بص حضرتك زي ما فيه مستويات اجتماعية او اقتصادية مختلفة ما هي نفس الفكرة يعني فيه مواطنين مستواهم المادي عالي جدا فهيروح لشركة سياحة لا وممكن مايروحش لشركة سياحة اصلا لانه هو عنده في الساحل وعنده هنا وعنده هنا فيروح مكان ما هو حابب او مش محتاج لكن فيه نسبة تانية بتطلع من خلال اعمالها او شغلها مثلا في حجز جماعي مثلا من خلال مركز شباب او حاجة بتطلع عائلات واسر او النقابات او النقابات بالزبط فبيبتم التنظيم هذه النقابات والجهات بتقوم بايه من خلال شركة سياحة بتبتدي تنظم لهم البرنامج اتفاق مع بعدد من الفنادق بتنظم لهم الرحلة ويبيرجعوا وكله بيبقى مبسوط ده بيبقى مالوش اي اشراف من هاي التنشيط او من هاي يعمل رقابة ولا اي حاجة خالص ده بيبقى مجهودات بقى خاصة بكل مؤسسة على حده لا اما هم شغالين هو لازم يروح الوزارة ياخد الازن وبعدين يروح يعمل انا بتعرض مثلا انا كمواطن بروح اشتكي طبعا رحت الشركة سين شركة سين دي ادتني برنامج ان ده انا هيتنفذ معايا في المكان صاد كوي ملقيتش بقى البرنامج ده بيتنفذ انا في الحالة دي بطلع على وزارة السياحة اي وقتين موطلع ادارة الرقابة على الشركات السياحية وبيتقدم بالشكوى بتاعته وبتبتدي ادارة الرقابة على الشركات بتستدعي صاحب الشركة او اللي بطلع باسمه الترخيص وتبتدي يتواجه به المشكلة دي ويبتدي يعمل على حلها ان ما عملش على حلها وابعد لو ثبت تتصحتها يعني يعني مش في كل الاحوال كل الشكاوي صحيحة تمام ويبتدي ياخد الاجراء بتاعه ضد هذه الشركة بيقافها لفترة معينة او الغاء الغاء ترخيصها فطبعا تعرف حضرتك ترخيص مفيش ترخيص شركات سياحة بقالنا زمن كبير جدا طبعا لو اتلغى ترخيص دي كارس مشكلة كبيرة طبعا الترخيص نفسه برقم كبير فمفيش ترخيص لأي شركات سياحة فكل واحد حريص على انه دايما شركته تكون في مصار قانوني الموسم السياحي عشرين تلاتة وعشرين ممكن نقول عشرين تاتة عشرين عشرين اربعة وعشرين ولا عشرين تاتة عشرين اللي هو لغاية اخر السنة لغاية خلينا لاخر السنة احنا توقعاتنا كانت ان احنا في هذا الموسم ان احنا نوصل بعدد السائحين الى خمستاشر مليون سايح دا الاخر دا ديسامبر تاتة عشرين احنا توقعاتنا كانت دا بس الحقيقة احنا فجئنا بانه التدفقات لعداد السائحين يعني فاق المعدلات او التوقعات اللي احنا كنا بنفكر فيها فبدأنا نرتقي بسقف تطلعاتنا واعتقد انه على نهاية العام باذن الله ممكن نكون وصلنا الى ما يقارب السبعتاشر مليون سايح سبعتاشر مليون دا رقم غير مسبوق اه طبعا لانه اقصى حاجة كانت 14 مليون وستة من عشرة في 2010 بالزبط حضرتك متابع معنا وده كان رقم كبير في 2019 حققنا ايه نفس الرقم تقريبا حوالي او وصلنا لل 15 مليون اعتقد الفترة الاخيرة دي يمكن احنا في وقت الصيف حضرتك روح شوف طب التلف قداما من خارج كله من خارج من خارج هو ده اللي همنا يعني انت ارتقي بالاقتصاد الوطني للدولة المصرية انت محتاج حد يجي من بره بفلوسه يصرفها عندك هنا ده يعني غير السياحة الداخلية سياحة الداخلية انا اه بالفلوس انا باخد منها كنت بتدهم لي فبنشتري من بعض انا ببيع للسوبر ماركت والماركت يجي ياخد الفلوس يجي عندي سياحة ونفضل رايحين جايين اه يعني اعتبر ايه حراق اقتصادي داخل من نفي الاحتياط النقدي من العملة الاجنبية طب ايه السبب يعني هذا التدفق الغير متوقع ايه سببه اعتقد انه انفتاح العالم بعد جائحة كورونا يمكن العالم تأثر بالحرب الروسية الاوكرانية واحنا يمكن مصر خسرت حوالي 33% من حجم السياحة اللي كانت بتجلنا من الدولتين دول طبعا اوكرانيا خلاص ما فيش اعتبر زيرو سياحة لكن روسيا شغالة ما زالت بالنسبة للسياحة رغم الحرب اللي شغالة لكن الاسواق الجديدة اللي بدأت تفتح المطار سفينكس ده يساعد بشكل كبير على سياحة اكتر لمصر في الانتهاء من عدد من الفنادق والمنشآت الفندقية اللي كانت تحت الانشاء وبدأت تدخل الخدمة ده برضو ساعد في ان احنا نستعب عدد اكبر كل المؤشرات مزاج العالم كله دلوقتي بيدور كمان على السياحة الرخيصة او المناسبة اعتقد مصر تعتبر السياحة مش غالية وبالتالي قرب المسافة في اربع ساعات تيران من ابعث يعني لازلت اسواقنا الرئيسية الهي الاوروبي اه اوروبا تشكل حوالي يمكن سبعين في المية من عدد السواح اللي بيجلنا من كل العالم يعني والتلاتين في المية موزعة بقى على باقي الدول الجنسيات يعني ده عشان قرب المسافة قرب المسافة الجو مناسب طول العام الاسعار نفسها رخيصة تعتبر سياحة رخيصة عملية التنافس في المنطقة من حيث ما لديك من اثار واماكن ترفهية واماكن سياحية تقدر ان انت تستمتع بيها حضرتك لو خرجت برة مسبيرو شوف ممشى مصر يعني ده حد في ذاته يعتبر حاجة ما كانتش موجودة قبل كده وما كانتش حد يمشي عالكورنش يعرف يشوف النيل اصلا فده برضو ساعد حدرتك لو نزلت هتشوف جنسيات من كل الدول سواء عربية او اجنبية وكل مستمتع عملية التنظيم اللي بتتم حاليا في منطقة الاهرامات والخدمات اللي بتقدم فيها تطوير منطقة التجل الاعظم في مدينة سانت كاترين يعني مدينة العالمين الجديدة اللي بدأت تخش الخدمة ديف على ده العاصمة الإدارية الجديدة اللي سحبت الموظفين والوزارات من وسط الدولة اللي كانت القاهرة اختنقت النهار ده بدأ فيه تفريق وبالتالي بدأنا نشوف الشوارع وحركة المرور فيها بقى فيها سيولة مرورية ده يشجعنا ان احنا نفكر بقى يبقى عندنا الباصة بودريين اللي بي زي باص لندن او باريس او تا يبتدي يتحرك في التور داخل السيتي تور يعني كل دي بتفتح معنا مجالات جديدة شكرا جدا لهذا اللقاء الأستاذ باسم حلقة نقيب السياحيين المصريين شكرا جدا لهذا اللقاء وان شاء الله مزيد من التطور والدعم وننتظر الأرقام انتبقى في تزايد من السياحين شكرا جزيلا مشاهدين في كل مكان ساعدنا بوجودنا معكم النهار دفع على وعد دا بلاقات أخرى قادمة انتظرونا غدا وفريق عمل جديد بنصبع شكرا جزيلا